بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس المديري العامل للأمن الوطني، تم تدشين نادي الفروسية الجديد للأمن الوطني. هذا المبنى يمتد على مساحة عشره كتارات، وسيمكن فرسن المديري العامل للأمن الوطني من الاطلاع بالمهام الشرطية اليومية المنطبهم، ولسيما تلك المتعلقة بدوريات الخيالة وتدخلات في المناطق التي يصعب الولوج إليها والمشاركة في مهام حفظ الأمن الكبيرة. بإطار تطوير شرطة الخيالة قائمت المديري العامل للأمن الوطني بتجهيز هذا القسم بمنشآت وبنية تحتية جديدة وعصرية كخص بالذكر فيها حالبات دائرية ذاتية التشغيل، كتمتاز بضبط الإيقاع وضبط الوقت وكذلك حالة أخرى تنفرد بها على الصعيد الوطني، ينفرد بها القسم كحالة بدائرية مغطاة تقوم بتجهيز وإعداد الخيال قبل تأديلها. البنية الجديدة تضم مجموعة من المرافق بمواصفة عالمية، منها وحدة للتكوين وجناح لكبار الشخصيات، ومركب إداري وساحة مغطاة ومساحة بيطرية، وإستابل يضم 104 أماكن فردية، وحلبة للفروسية تبلغ مساحتها 7000 متر مربع، وفضاءة للإيواء والاستخاء، بالإضافة إلى ورشة لصناعة السروج وإصلاح حافر الحصان. ومنذ سنة 2015 انخرطت المدير العام للأمن الوطني في دينامية استثنائية ترم تحديث وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعموم، والتي تعد إحدى مقاوماتها الأساسية، إضافة إلى تجديد وعسرنة البنية التحتية وأدوات العمل طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.